مساء الخير جميعا وهلا نسلام بكم في فيديو جديد معكم شاير رسلان وفي هذا الفيديو سوف أتحدث معكم عن مشتقات الفعل زاقن الفعل زاقن هو من أهم أو واحد من أهم الأفعال في اللغة الألمانية وذلك لكثرة استخدامه في اللغة الألمانية وأيضا في اللغة اليومية المحكية الفعل زاقن طبعا يصنف كفعل كسادس فعل يعني من أهم الأفعال في اللغة الألمانية لهذا السبب خصصت هذا الفيديو اليوم لكي أشرح لكم مشتقات هذا الفعل فقبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى من جميع الإعجاب به والاشتراك في القناة وأيضا مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء أولا سنبدأ بالفعل الأساسي وهو الفعل زاقن الفعل زاقن معناه قال على سبيل المثال وطبعا قبل أن أبدأ بالأمثلة أقول يعني التصريفات التصريف في حالة البخيتغتم الماضي البسيط هو زاكت وفي حالة الماضي التام هات كزاكت إذن نستخدم مع هذه الفعل الفعل المساعد على سبيل المثال أقول الآن لصديقي يعني أنا أقول لك الحقيقة يعني ألتقي الآن مع صديقي ومنذ فترة طويلة لم نرى يعني بعضنا البعض فأقول له يعني أنا أعتقد أنه يوجد الكثير بيننا يعني لكي نتكلم أو نقوله لبعضنا البعض الفعل الثاني هو الفعل أنزاقن وهو مشتق من الفعل زاقن ومعناه أعلنه أو قاله ولكن عندما يكون يعني جالس الآن معي صديقي وأود أن يعني أقول له مفتاح كلمة سر الواي فاي أو أيضا أرقام أو رسالة وأود أن أقرأها فهنا أستخدم دائما الفعل أنزاقن أوكي البغي تغيتم من هذا الفعل الماضي البسيط هو زاكت أن ولأن هذا الفعل هو فعل قبل قصد نستخدم زاكت وتذهب اللاحقة لآخر الجملة والماضي التام هو هات أنجزاكت أقول الآن لصديقي يعني أنا أود أن أقرأ لك رسالة ولكن هذه الرسالة يعني هو جالس وأود أن أقول له هذه الرسالة يعني أنا أتكلم أنظر إلى هذه الرسالة وأتكلم وهنا أستخدم الفعل أنزاقن أوكي إيش مشتديدي تسال أنزاقن يعني أنا سوف أقول لك الرقم أوكي إذن في هذه الحالة أو في هذا الشكل نستخدم الفعل أنزاقن الفعل الذي يليه هو الفعل تسوزاقن الفعل تسوزاقن معناه شهده أو وعده أو يعني قبله أوكي الفعل هذا كمان أو أيضا فعل قابل للقصد تغيب بغس فرب تسوزاقن البغتغيتم الماضي البسيط زاك تسو وأيضا الماضي التام هات تسو جزاك الآن يعني أنا يعني دعوت أحد الأصدقاء دعوت أحمد صديقي إلى حفلة أو لا على التعيين رسلت له دعوة وهو قبل هذه الدعوة فأقول أحمد هات ميا أف مينا أين لادون تسو جزاكت يعني أحمد بما معناه قد قبل دعوتي أو يعني أعطاني بشتاتيقون يعني موافقة على الدعوة التي أرسلتها له في هذه الحالة نستخدم الفعل زوزاكن وهو وعدة أو يعني قبلة على سبيل المثال أقول الآن يعني هم وعدوني بجائزة أين بريميا يعني جائزة وهنا استخدمنا الفعل زوزاكن كمعنى وعدة الفعل الذي يليه وهو أيضا فعل مهم ويستخدم في الحياة اليومية وهو الفعل أبزاكن الفعل أبزاكن معناه ألغى وهذا الفعل يستخدم لإلغاء الأشخاص وأيضا لإلغاء الأشياء البرتغيتم من هو زاكت أب وأيضا الماضي التام هات أبزاكت وهو أيضا فعل قابل للقص أقول الآن إش مشتماين تامين أبزاكني يعني أنا أود أن ألغي الموعد الخاص بي ولنفترض الآن أنني وكلت شخص ما لكي يصلح لي على سبيل المثال ألغى السالة في البيت ولكن طرأ لي أمر مهم فأقول له لايدا موسيشتيا هويت أبزاكني يعني للأسف يجب أن ألغيك اليوم أو أقوم بإلغائك اليوم إذن تلغى أو نستخدم هذا الفعل لإلغاء الأشياء وأيضا لإلغاء الأشخاص الفعل الذي يليه هو الفعل أنتزاكن والفعل أنتزاكن معناه حضرة أو منعة عن شخص ما شيء محدد فالبختغيتوم من هو أنتزاكت والماضي التام هات أنتزاكت على سبيل المثال الآن الطبيب يعني قال للمريض أو منع عن المريض التدخين فهنا في هذه الحالة أقول يعني الطبيب قد حضر عنه التدخين أو قد منع عنه التدخين يعني قال له يعني لا يجب أو لا يسمح لك بالتدخين بعد اليوم فهنا نقول يعني أن الطبيب حضر عنه التدخين أو منع عنه التدخين فنقول بما معنى فبيتن يعني منع وأقول الآن مثلا يعني هم منعوها من دخول البناء يعني دخول البناء فهنا لدينا حالة كنتيف حالة مضاف إليه الفعل الذي يليه هو الفعل أوساكن الفعل أوساكن يعني شهده شهده عند البوليس عند الشرطة أو في المحكمة كشاهد يعني فهنا نستخدم دائما الفعل أوساكن وأقول على سبيل المثال يعني لقد شهدته كشاهد في المحكمة أحد استدعاني لكي أشهد يعني بشيء ما فهنا أستخدم دائما الفعل أوساكن والبغتغيتم هو ساكت أوس والماضي التام هو هات أوساكت الفعل الذي يليه هو الفعل أوساكن الفعل أوساكن معناه سرده ولكن بشكل يعني عن الظهر قلب يعني أوساكن يعني عندما يقوم أحد بحفظ شيء ما عن ظهر قلب ويريد أن يسرد هذا الشيء هنا نستخدم الفعل أوساكن البغتغيتم الماضي البسيط زاكت أوف وأيضا هو فعل قابل القصد غنبغ سوىب والماضي التام هات أوف كزاكت على سبيل المثال أقول الآن سوزانة هات أي نفس هو يعني بيت الشعر وأيضا توجد كآية فوديا كلاسة أوف كزاكت يعني هي حفظت آية أو بيت من الشعر وقامت يعني بسرده فوديا كلاسة يعني مقابل الطلاب في الحصة الدراسية أو يعني في الصف وهنا نستخدم دائما الفعل أوف زاكن الفعل الذي يليه هو الفعل ناخ زاكن الفعل ناخ زاكن معناه كرر أو ردد والبغتغيتم الماضي البسيط زاكت ناخ وأيضا الماضي التام هات ناخ كزاكت على سبيل المثال أقول الآن لشخص أعلمه مثلا جملة فأقول له يعني كرر جملتي أنا أقول هذه الجملة وأريد من هذا الشخص أن يكرر هذه الجملة أقول يعني كرر جملتي أو ردد جملتي نستطيع أن نقول أيضا يعني الببغاء يكرر الجمل أو الكلمات المحكية من قبل يعني نقول الآن جملة أو كلمة لا على التعيين ونلاحظ أن الببغاء يقوم يعني دائما بترديد هذه الكلمات أوكي؟ الفعل الذي يليه هو الفعل فوراوس ساكن الفعل فوراوس ساكن معناه تنبأ أو تكهن نقول الآن الببغاء يقول الآن وأيضا الماضي التام هو نقول الآن يعني ما قد تنبأ به أو ما قد تكهن به قد تحقق يعني شخص ما تكهن أو تنبأ بشيء ما قال أنه سيحصل وهذا الشيء حصل بالفعل فهنا نستخدم الفعل فوراوس ساكن يعني تنبأ هذا الشخص بشيء ما وقد حصل أوكي؟ الفعل الذي يليه هو الفعل دويس ساكن الفعل دويس ساكن معناه أعلنه ويستخدم هذا الفعل بكثرة في القطارات وأيضا في المحطات عندما يعلن يعني سائق القطار عن شيء ما أو عندما تعلن شركة المواصلات عن شيء ما عن تأخير في القطار أو عن إلغاء الرحلة هنا دائما يستخدم الفعل دويس ساكن أوكي؟ الفعل هذا بقد تغيطوا منه زاكة دويس وأيضا الماضي التام هات دويش كزاك فهنا نستخدم جملة على سبيل المثال نقول يعني سائق القطار قد أذاع أو أعلن عبر الميكريفون أو مكبر صوت بأن القطار سيتوقف إذن هذا الفعل نستخدمه دائما في الإذاعة وأيضا في الإعلان عن الملاحظات أو المعلومات المهمة الفعل الأخير لفيديو اليوم هو الفعل فوزاق والفعل فوزاق معناه لقنا وأيضا نستخدمه في العامية بمعنى نقلة الماضي البسيط على سبيل المثال الآن في الصف أو الحصة الدراسية تقول يعني ياسمين لصديقتها أو لزميلتها في المدرسة أو في الصف الحل عندما يسأل المعلم سؤال على سبيل المثال فتقول ياسمين لصديقتها الحل وهو دي لوزونك فهنا نستخدم الفعل فوزاق نقول على سبيل المثال يعني ياسمين لقنات صديقتها أو زميلتها في المدرسة الحل إذن هذا كان كل ما يتعلق في فيديو اليوم أشكركم على كرم المتابعة والمشاهدة كان معكم شاهرستان لا تنسوا مدعاكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة